السلام عليكم أبناء الأعزاء ماذا خباركم؟ كيف تبقيتم مع الاستعدادات؟ كيف تبقيتم مع الاستعدادات؟ كيف تبقيتم؟ ان شاء الله لا تتخلعوش؟ ماذا يريد أن يكون هذا المسيحان؟ نحن نغلبه وأكيد سنغلبه بإذن الله اليوم سأجدكم بعض الدرس لأنه بعض الأحيان يوقع لكم خلط مبيل أنواع التكست لنزلكم الاتقس في المتحان يتجدون منكم من تجد أن تجد الاتقس اسكيلاٍ لذلك فبعد الأحيان قد تخطيق عليكم الامر عندما اخترت هذه الدرس أعطيتهم لتفهموا كثير قمت منها لا ترجعوا إذا كانت تخطيق عليكم الامر سأبدأ تلك تكست إضافة مركز تكست نغاتفي تكست نغاتف قديمة يتحدث في السابق أو الماضي يتحدث لديه بحكم أنه قديمة صبقا في الماضي Alors là كنعرفو أنه هذاك texte narratif Il raconte une histoire, des faits divers أو bien des reportages هذا الانواء اللي كنساد فو أو bien des reportages Alors là, on emploie des verbes conjugués au passé simple Alors فادلو texte narratif كرسن الله حدو تالي verب فشم صرفين Ils sont conjugués à quel temps Alors إلا كنوفر لباسي simple أو bien ألم parfait أو bien لباسي composé أو كيقدري كون حتى في البريزن شخز ألف Alors إلا كنسرف فادل أزمين اللي دكارت Alors تهيه غادي نعرفو أنه هذاك un texte narratif On emploie aussi كنزيد نعتكم توضيحات على un texte narratif On emploie aussi للمو سودان في انتقس نعتف تقدر تصادف للمو سودان Alors پوی كمپلیمان صرقنسيال ده تان سا يه Alors هادو لزندس كولوم لكن قدرون سادفوروم في انتقس نعتف سا يه شخز ألف On continue نوع آخر اللي هو un texte descriptif شوف للمو اللي فيه descriptif يوصف الوصف في حالة وصف شكا يوصف Un lieu يقدر يوصف مكان من الأمكانة Un object يقدر يوصف شيء شيء جماد شيء شجرة مثلا جبل مثلا مكان من الأمكانة هذا بالنسبة لأ Un lieu ولكن Un object يعني شيء من الأشياء يقدر يوصف يقدر يوصف أمكان من الأمكانة ممثل فنان الأب أي شخصية بورتخي ديالشي شخص كنستعملو فيه لتكست descriptif كيفاش كنستعملو هاد لدسكريبسيون بلا كولر كنعطيو لكولر ديالها كندكرو لكولر كندكرو لفورم كندكرو لكاركتر هاديرا كاركتر حي تخطأت فيه صححت كاركتر يعني تفكير الأفكار ديال دك الشخص مثلا لكاركتر ديالو ألو هاد كلا هاد النقاط هاد كتدخل فلا ديسكريبسيون تشوف النص كيتكلم على بحال هاد شيء كيوصف عرفو أن تكست descriptif سايي نست تم المشاهد من سايي كتا ان يشرب في المشاهد أحلى كيوصف مثلا كنت انصر من الطالب الذين يناقش تبارك الله الدكتورة والأطروحة يناقشها يجب أن يستعمل ديزار قيمة لكي يقنع الأساتذة واللجنة لجنة التحكيم يجب أن يقنعهم بشدة الوسائل لكي يقنعهم يجب أن يقنع الأسلوب الإقناع نشوفو شنو كي يضم أو كي يتضمن هاد الأسلوب ديال الإقناع ألو نعودون قولو سي لتكسد أرغمونتاتيف سير أكومنك 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 تايا النوع من الإقناع أم ندونو ديزار قيمة ديزار قيمة ديزار قيمة ألو بشك يقنع هاد الطالب أو هاد الشخص أو هاد الإنسان مثلا في الأنترتيين في الأنترتيين ديك المتحانات ديك التاس لكي يدوزوا الطالبة باش يحصلوا على وظيف مثلا فكيدوزوا لهم ديزة الأنترتيين ألو لا هادك الطالب هادك الموتر الشيح اللي باغي يدوز باش يتوضف و باش ياخد مكان دياله في الوظيفة فتاوخصو يقنع هادك الأستاذ دياله أو لجنة التحكيم باش غيقنعهم بأمتلا متنوعة بأفكار كذلك أفكار تكون مركزة مميزة و متنوعة فالطالب اللي كي يخصو يقنع شخص آخر كي يستعمل هاد لعبارات مثلا مميزة 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 مثلا والطاق أميزة بإصرار و الإلحاح في إقناع لجنة التحكيم أو الشخص المطلوب إقناعه هذا يسمى تكسط أرجماناتيف جيدا يا جزيليف ثم تكسط إكسبليكاتيف تكسط إكسبليكاتيف يل أكسبليك يل أكسبليك يل أكسبليك يعني هذا النص يقرأ المعلومات يدي شروح المعلومات يفصل و يدقق في تفسير يديل هاو في تواديح يديلا يقدر تكون عبارة عن بأمساني دي بخيوشك الألوغ لا المو اممليه كنس تعملو دابغ puis enfin en افض ستبوكو هدو عبارات كنس تعملو هون أتناء شرح في نسلي واتекст explicative آمن بما يقول إن من الظهر نصاح الhops الوامر الـالتالبات الجدس ندوزول لزندس كيكون فيها دمود وربو شنو فيهم هدلو مود وربال فيه لإمperatif فيه لامر يعني كيكون امر بشتقن بوحد الفعل الوغة شفن مصف تكست مزالين حبابي وطالامي دل اعزا فانواء لتكست 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 الوغة كيكونو لذيكست 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 او بيان وسبجنكتف اكزم كتلقى بار اكزم لرسات الوصفات وصفات طبية وصفات طبخ وصفات حلويات وصفات استعمال بعض الالات مثلا استعمال اجهزة استعمالات عديدة الوصفة من هدلوصفات لابد كيستعملوا فيها لفر الامبراتف دونك دونك un texte informatif le texte informatif transmet des informations كي اعطي des informations ولي داتي ما بينا texte informatif و texte explicatif كين تشابو غيجي بلكم الله كين تشابو لكن هوا غيب لكم الفرق فين كين غيط بعمعيا وركزو معيا الله يرد عليكم texte informatif يتحصل 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 مشكل كي يشغل كين تشادم يشبه تشحول يم تمدا غل سيد يعني منا يتحصل إ apocalypse كين اطلائ اطلاق 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 إِنفُرْمَاتِفِ إِنفُرْمَاتِفْ إِنفَرْمَاتِفْ وِنّاوَعْدِيَ الْهَدُكْ لِيَنفُرْمَاشِنْ وِدَكْ لِيَ كَنَيسَنْسِ كَهُنَوْا عِبَارَةْ عن حسابات آرکام إحصائيات معلومات تَقْنية عِبَارَةْ تَقْنِيَةْ مُصطلحات تَقْنِيَةْ مُصطلحات عِلْمِيَةْ مصطلحات فنية هذا لا يكونوش تكست اكسبليكاتيف لا يجب أن تفعل الشيخ زيليف هذا هو تسمى تكست انفورماتيف سيئ شيخ زيليف نتفي بهذا القدر سنجدكم إلى حصة أخرى مقبلة إن شاء الله بان شانس بان كوراج بيسو شرزيليف